تعود الانتخابات الليبية بعد غياب زاد على أربعة عقود في أجواء ملبدة بالصراعات القبلية في غرب البلاد وشرقها مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للثورة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي ونظامه دعا المجلس الانتقالي الشعب الليبي بأطيافه إلى حجد الهمم لإنجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام التي تعتبر تتويجا لتضحيات الشعب الليبي كما دع الحكومة بأجهزتها كافة إلى تأمين الحملة الانتخابية والإعلامية للمرشحين وحماية يوم الاقتراع الموافق السابع من شهر يوليو القادم الانتخابات القادمة ستفرز مئتي عضو للمؤتمر الوطني العام مئة وعشرون مقعدا للمستقلين وثمانون للأحزاب السياسية المفوضية العليا للانتخابات حددت بداية الحملة الانتخابية للمرشحين الأفراد والحركات السياسية اعتبارا من الثامن عشر من يونيو وتنتهي في الخامس من شهر يوليو من هذا العام ويصل عدد الناخبين المسجلين لدى المفوضية إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب من أصل نحو سبعة ملايين ليبي العملية الانتخابية طبعا تجربة فريدة في ليبيا بعد 42 سنة من الظلم والطغيان هذا توى فعلا الانتخابات هذه هي اللي دليل عليه الحرية وعملية أن الإنسان بيبدأ ينتخب للذي يريده الانتخابات المرتقبة تتوسط مستنقعا مجهول المعالم فالسلاح منتشر مع عدم قدرة الحكومة على ضبطه والشعب غائب عن اللعبة الانتخابية لعقود خلت والمتنافسون في الانتخابات ينتمون إلى قبائل ومناطق سيكون لها تأثيرها على العملية الانتخابية مصطفى خطيب العربية ترجمة نانسي قنقر